المعطيات الرقمية لأسبوع إلى غاية 14 رمضان أي 30 ماي بلغت عدد نقاط المراقبة 21 512 لنقطة بي 1485 عملية بحث ميداني وضمنها ما يتم على مستوى المدون والمراكز الحضارية 878 ما يتم على مستوى المراكز القروية والمناطق القروية 345 وما يهم الأسواق الأسبوعية 262 الحصيلة إغلاق خمس مؤسسات خمس مؤسسات أغلقت أربعة منها في مدينة الدار البيضاء الحجز 93 طن تم حجزه من المواد الغدائية 93 طن التي لم تكن صالحة لاستعمال 93 طن زائد خمس محلات ضمنها في مدينة الدار البيضاء نتيجة العمليات المراكبة لا محلات يعني مثلا مخبزات المحلات التي تتقدم مواد موجهة للسهلة أغلقت خمس محلات 93 طن من المواد تمت تم حجزها وإتلافها أيضا تم تحرير 400 وسبعة 465 مخالفة لتقررت على إثرها عقوبات